المباراة بأوراق مكشوفة لكل المنتخبين طالما أن كل مدرب له فكرة عن الفريق المنافس له برأيك تفاصيل التي ستفصل وستحسم مواجهة الليلة في نهاي الكبير بين انجليترا وإيطاليا مرحبا بك خوية مجيد وبيكل الضيوف أكيد مقابلة ستكون صعبة على الطرفين مقابلة نهاية نظرا للأحصائيات التي شاهدناها في آخر المقابلات وحتى المستوى الفني المرموق والمميز ما عدا يمكن آخر مقابلة لكل المنتخبين سواء منتخب انجليترا ضد الدنمارك بعد التعادل واللجوء إلى الحصاص الإضافية أو حتى المنتخب الإيطالي مع إسبانيا عانى الأمرين وكان المردود مهزوزا نوعا ما لكن شخصيا أشوف أنه يعني لما تشوف الأحصائيات هدف واحد فقط يقبل المنتخب الأنجليزي تفهم أنه ساوث جايت يعتمد على المنظومة الدفاعية بشكل يعني مميز ثم ينطلق إلى الأمام أين يجد مفاتيح اللعب خاصة طرن رايس وفيليبس في افتكاك الكورة والذهاب إلى الأمام بسرعة قصوى ثم لا ننسى أكيد يعني ستيرلينغ وكاين يعني قوة هجومية ضاربة دون يعني نسيان كذلك دكة الاحتياط المميزة يعني غريليتش وهاشفورد وحتى فودن المصاب الذي استبعد مشاركته هندرسون يعني عناصر مميزة جدا في المنتخب الأنجليزي مع أرقام تخول له الوصول إلى هذا النهائي والظفر به في الجهة المقابلة منشيني يعتمد على نفس الرسم التكتيكي 4-3-3 تقريبا نفس العناصر مع بعض التغييرات من مقابلة إلى أخرى لكن أرى أنه التوجه كان ذكي لأنه المرونة التكتيكية التي تعامل بها في آخر مقابلة مع إسبانيا حتى في تصريحاته كان يعني أقر أنه خير البلوك يكون نازل إلى نوعا ما لأنه المنتخب الإسباني قوي على مستوى الاستحواذ ومن ناحية الهجومية فكانت أمور مدروسة أتوقع أنه التفاصيل التي ستفرق في هذه المقابلة هي التنشيط الهجومي والدفاعي خاصة لثلاثي وساط الميدان يعني أين نجد باريلا وجورجينو وكذلك فيراتي ثم على مستوى الكرات سيبتم إلى المنتخب الأنجليزي لأنه أظهر يعني إمكانيات كبيرة في هذا المجال فننتظر مقابلة يعني ستكون الحقيقة صعبة على المنتخبين لكن أرجح أكثر يمكن كافة المنتخب الإيطالي بحكم الخبرة وثقافة الانتصار والألقاب